بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبد الرحمن زيدان متخصص في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق ومدرب معتمد على منصة أميرة ومؤسس عيادات التجارة الإلكترونية هذا الكتاب أنا قمت بتأليفهم بطريقة بسيطة عشان تساعدكم تكتبوا الخطة السنوية ومش بس الخطة السنوية وأي خطة بدكيها بحياتك حتى لو جيت الآن انتاب بنصف السنة تقدر تكتب خطة شهرية أسبوعية سنوية سنتين طيب في كتير ناس ما كانت واضحة لهم الكتاب لأنه أنا ضغط في المعلومات ولكن خليت بسيط هيك الآن بدي أشرح لكم شو هو كتاب الخطة السنوية اللي هي عشر مراحل يجب أن تمر بها لتنجح في كتابة خطة وتطبيقها خلينا الآن نشرح أول إشي بتفتح اكسل شيت تمام وهي رح نعبيها مع بعض وبتفتح الكتاب عندنا خلينا نبدأ في الكتاب حبي حبي أول إشي بدنا نتعرف على مؤلف الكتاب نتعرف على عبد الرحمن زيدان عبد الرحمن زيدان ممكنك تقرأ عني يعني ما بدي أنا أخذ مساحة بالحكي وما بدي أخذ وقت طويل بدي أنا أحطيكم الإشي اللي رح يفيدكم تقدر تتعرف عني عن طريق الكتاب اللي موجود في صندوق الوصف رح أحطي لكم الإكسل شيت كمان في صندوق الوصف تمام هذا الفهرس أول إشي بدنا نحكي تعريف الخطة شي عن الخطة الخطة السنوية المرحلة الثانية مرحلة التحديد من أنت هذا كله رح نطبقه عملي المرحلة الثانية هدفك من بعد خمس سنوات المرحلة الثالث تقسيم السنوات إلى خمس أقسام المرحلة الرابعة التركيز على السنة الأولى المرحلة الخامسة تقسيم السنة الأولى إلى 12 جزء المرحلة السادسة تحديد الهدف الأول ثم الذي يليه المرحلة السابعة تحديد الإنشغالات الشهرية المرحلة الثامنة وضع المهام اليومية ثم نسخة لشهر المرحلة التاسعة تحديد القدرة على تطبيق المرحلة العاشرة كتابة الخطة ثم الخاتبة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب اسمع شو أحكي لك قبل البدء بالشرح قم بطباعة هذا الكتاب لتطبيق خطتك إذا كنت ممن يحبون الكتابة على الورق يمكنك عدم طبعتها إذا كنت ممن يستخدمون الكمبيوتر تقدر أنك تستخدم النوت خنبلش في الخطة تعريف الخطة شو معاني الخطة؟ الخطة منهج طريق أسلوب أنت إنسان بحياتك اليومك ماشي 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 يومك بعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان مخططا مو شرط كان يكتب الخطة يا جماعة شو الفكرة بكتابة الخطة؟ عشان أنت تضلها راسخة في ذهنك زمان أيام رسول السلام كان عنده من ذكاء خرافي إذا حطي الهدف بعقله بإقدر صنفه زي الإمام الشافعي كان بس يطلع على الصفحة يحفظها اختلفت الحياة اكتب الخطة وين ما بدك على إيدك وكل متن ما حترجعت عيدها على نوت على دفتر المهم حط عندك هدف ومشاعده ماذا نقصد في الخطة زي ما أنا كتب لكم هو منهجك للسنة القادمة أو للشهر القادم أو لأسبوع القادم أو لمكرم ما هي الطريقة التي ستتبعها لكي تنجح في السنة القادمة؟ ما هو الأسلوب الذي تتبناه السنة القادمة؟ إنت سنة 2022 شو بدك؟ بدك تصير غني؟ بدك تتزوج؟ بدك تشوف بدك تحط هدفه لكن هذا الهدف لازم يكون قابل للقياس ولازم يكون مرن وهذا كله رح نتعلمه في الصفحات القادمة الآن الخطة السنوية هي الطريق الذي من خلاله سوف تصل إلى تحقيق الهدف يا حلوة هاي طريق أنا بمشي فيه بخطوات معينة بأعمل شغلات عشان أوصل للي بدي إياه مثال واحد بده يتزوج ووضع المادي عنده ممتاز جدا شوف ركز فحط خطته 2022 إنه يتزوج شو أول مرحلة يبدو يعملها؟ بده أول مرحلة إياه بحث عن عروس يععد معها يتفع معها يحدده كلها بأيام يحدده مثل عروس يحدد شو بدي يعمله؟ يشتروا الأثاث بالأخير تزوج حقق هدفه مش بإشي إذن الطريق الذي من خلاله سوف تصل إلى تحقيق الهدف الذي قمت بوضعه في بداية السنة وهو قابل للقياس ركز وقابل للتحقيق ويمكن لفسه قبل البدء به إنت بتقدر تميز يجي واحد محوش ولا درار يحكي أنا 2022 تتزوج هذا متوكل متواكل وليس متوكل على الله عز وجل يحب المتوكلين وليس المتوكلين كيف تحدد الخطة السنوية؟ من أجل وضع خطة ناجحة يجب أن تعرف أين أنت اليوم واحد بده يدرس جامعة وهو الآن في الأول الثانوي وحكى أنا السنة هيا بده أدرس جامعة بزبط لا شو هو اليوم أول ثانوي إذن خطته فاشلة خطته لا تقبل القياس ولا تقبل التحقيق بشيلها إذن ما هي قدراتك ما هي مهاراتك ما هي انشغالاتك شو عندك أنت تعال معاي أنت عندك عشر ساعات وظيفة سبع ساعات نوم سبع عشر ساعة مشغول كم ضللك أنت تقدر تعمل إشي في حياتك سبع ساعات كمان كمان سبع ساعات سبع ساعات هدولة مش في عندك ظروف اجتماعية هيا راح منها كم ساعة مش في عندك عطلة أسبوعية راح منها كم ساعة بالأخير أنت تضل عندك تلت ساعات سؤال إذا أنا قررت أدخلها السنة في التجارة الإلكترونية هل تلت ساعات بتكفيني نعم لما تعرفوا تحدد كل شيء ثم بتغرب المهم إلى الأهم تضع الأهم أمامك وتحدد إلو ساعات تطبقها ثم تراجعوا يوميا بسم الله الشباب أنا بنصح أنك تطبع وتكتب هنا العملي شايف هاي الصفحة هاي الصفحة لهاي الصفحة هاي مرحلة تحديد من أنت اليوم بترجعهم بالصفحة طبعا بإمكانكم تقرأوا الشغلات اللي أنا بحكيها هنا هاي من أقوالي راح قرأ لكم وحدة وبعدين أنت بإمكانك تقرأ أي وحدة بيجيك بعدين النجاح لا يقتصر على الشهرة وعلى المال الكثير بمجرد أنك مسامح نفسك ومتطور يومي فأنت في طريق دجاه وهذا شيء حقيقي طبعا حالا هنا يجينا على التطبيق المرحلة الأولى مرحلة التحديد من أنت اليوم أوكي جماعة خلينا نقرأ المصطلح ونقرأ المثال والمثال حطيتكم إياه عشان أنت تأخذ فكرة لكي تكتب خطة صحيحة يجب أن تجلس مع نفسك قليلا وهذا راح نجلس مع بعض الآن وتكتب ما هي أعمالك ونشاطاتك اليومية لكي تختار الأنسب وتضع مهام جديدة تريد فعلها وذلك لتحقيق لتصل إلى الهدف الذي تريده السنة القادمة لمثال أحمد عنده صفحة على الفيسبوك ببيع فيها العسل ويقوم بمتابعة صفحته يومياً لمدة ثلاث ساعات ويتواصل مع الزبائن عبر الفيسبوك ثلاث ساعات ثم له ضرف اجتماعي يفصله عن عمله أربع ساعات ويقوم بتوصيل العسل يومياً للمنازل خمس ساعات ويقوم بنشر صور لمنتجاته ساعتين يومياً وعطلة أسبوعية يتبقى لأحمد سبع ساعات لا ينام إذن أحمد لا يستطيع وضع خطة تطويرية للسنة القادمة إذا أراد يشتغل لحاله ما في تطوير إذن كيف بده هو بده يعمل خطة يا بتنازل عن شغلات يا بده يحط حد بداله إذن أي خصطة سنوية تحتاج لوقت إضافي وهذا يعني أن أحمد يجب أن يسلم أشغال الفيسبوك لموظف أو موظفي عشان يوضع خطة جديدة ويطبقها إذن المرحلة الأولى مرحلة تحديد من أنت اليوم بنروح هنا يا جماعة وبنكتب بالشيط هنا أين أنا اليوم باجي تمام باجي بحط هنا المهام اليومية مهام اليومية الحالية المهام اليومية الحالية الساعات المشغول بها باجي هون وبعمل بهذه الطريقة تمام وبيع خلينا نكبره خليه 14 تاز شايفيني جماعة ما طلعنا عن الكتاب ما طلعنا عنه صح صغير ولكن إذا بدي أشرحه للآن تقريبا ساعة رح يكون الآن لو بدي أشرحه تفصيلي 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 بدي عشر ساعات فهلا أنا أعطتكم الساعة دوركم إنتوا تعملوا دوركم إنتوا تعملوا طيب خلينا نشوف أول إشي عشان تكتب خطة صحيحة يجب أن تجلس مع نفسك قليل وتكتب ما هي أعمالك ونشاطاتك اليومية إذن المهام اليومية نحكي نعطي مثال إحنا جماعة مثال دراسة نحكي واحد طالب في الجامعة دراسة في الجامعة تمام بطلع بطلع الساعة تمانية بروح الساعة تنتين يعني ست ساعات يوميا دراسة منيجي نحشان الصحيحة طالب جامعي وعنده ست ساعات هل هو منيجي منحكي العطلة طالب جامعي دراسة في المنزل ترى الساعة ظروف اجتماعية أنت بدك تحط أنا أعطيك مثال هذا الشخص اللي إحنا بنحكي عنه الآن إحنا بنعطي مثال عنه تمام نحكي محمد خليل إحنا بنحكي عن محمد خليل ماشي بنعطي مثال جماعة محمد خليل طالب ظروف اجتماعية ساعتين طالب بطلع بطش مع أصحابه طشة لمدة ساعتين تمام هلا هون قبل العطلة مجموع نيجي منحكي ستة ثلاثة اثنين اثنين نيجي منحط المجموع هون انتر بطلع عنده تلاتتاشر ساعة كم ضايل له لا يقدر يحقق أهداف له ضل عنده 11 ساعة اذا هو الآن هو الآن عنده بيجي بتكتب انت هنا بعد تحديد النشاطات والمهام اليومية وجدت ان انني املك يوميا 13 ساعة تمام اوكي بنحطها تمام طيب نرجع على الكتاب حكينا لكي تختار الأنسب وتضع مهام جديدة تريد فعلها وذلك لتصل إلى تحقيق الهدف الذي تريده وعطيناكم المثال تمام اذا الآن انا هنا انا اليوم اين انا اليوم انا اليوم عندي اربع مهام يوميا بمجموع 13 ساعة بيبقى عندي 11 ساعة عشان يكون عندي 24 ساعة طيب هلا احمد هون ركزوا معاي احمد محمد عفوا هون نسي يحط النوم تخيل من الاخطاء اللي بتصير بدي ينام طب نوم اقل اشي بالنوم بينام 7 ساعة مع 7 بيطلع 20 ساعة اذا محمد برجع محمد برجع كم مرة بيحكي اه انا نسيت اذا عندي اربع ساعة مشانيك الشباب كتير ناس بيجي بيحكي لك اوف عندي وقت انا ممتاز واو بيجي بنسنوا حال النوم بنسنوا الظروف الاجتماعية بنسنوا طشته محمد يملك اربع ساعات ركز معاي محمد خليل يملك اربع ساعات في اليوم اذا مرحلة تحديد من انت اليوم اليوم انت مين انت مين اليوم انا اليوم انسان عندي خمس مهام واملك اربع ساعات زيادة يعني اربع ساعات زيادة باجي بحكي اربعة نحسب مع بعض يلا اربعة ضرب سبعة بلاش اربعة ضرب ستة احكي عندك عطلة اسبوعية اربعة وعشرين ساعة بالاسبوع يعني اربعة وعشرين ضرب ستة وخمسين يعني اربعة وعشرين ضرب ستة وخمسين يعني الف وتلتمية واربعة واربعين ساعة في السنة تخيل اذا احنا بنجي بنحكي اه اذا انا عندي الف وتلتمية واربعين ساعة في السنة بدي أحقق فيها الشغلات التالية الآن إحنا رح ننتقل للصفحة اللي بعد صفحة مرحلة من أنت ونشوف إحنا شو بدنا مشانيك يا جماعة ضروري ضروري أنك أنت تكتب خطة إلك شو تعبان إذا عملتك سلشيت ماشي؟ طعب خلينا الآن نروح على المرحلة الثانية طبعا من الأقوال تبعتي ليس من الخطأ أن تكون موظفا مش غلط ولكن الخطأ أن تموت موظفا إن كنت صاحب حلم كبير تلاقيها هنا فوق الآن تقدر تكتب أنت ملاحظاتك هون إذا ما بدك تعمل إلك سلشيت نيجي الآن المرحلة الثانية وهي هدفك بعد خمس سنوات أنت على أعتاب سنة جديدة قم بوضع هدف كبير بعد خمس سنوات لكن تذكر المرحلة الأولى وحطها في ذهنك مثال خليل يدرس تخصص التسويق وهو الآن في السنة الأولى يعني بعد أربع سنوات سيصبح خريج قام خليل بفتح إكسلشيت وكتب هدفه بعد خمس سنوات أن يكون تاجر إلكتروني ناجح بدخل شهري خمس آلاف دولار من هذا الاتجاه بدأ خليل يرتب أموره حياته ويحدد المهام وتعلم التجارة الإلكترونية أثناء دراسته فقد ركز على دراسته وتعلم التجارة وتطبيقها ليتطور كل سنة من ألف إلى ألف إلى أن يصل إلى خمس آلاف بالسنة بالسنة رقم خمسة بس نعطيكم مرحلة سريعاً قبل ما نكمل مرحلة الثالث تقسيم السنوات إلى خمس أقسام بعدين المرحلة الرابعة تركيز على السنة الأولى بعدين التقسيم السنة إلى أجزاء بعدين تحديد الهدف الأول والذي يليه بعدين تحديد الإنشغالات بعدين وضع المهام اليومية بعدين تحديد القدرة على التطبيق بعدين كتابة الخطة السنوية خلينا نلجع الآن إلى المرحلة الثانية إحنا اللي حكينا فيها والآن إحنا بنحكي عنها طيب هدفك بعد خمس سنوات تمام يا جماعة؟ خلينا الآن إحنا نرتب بإكسل شيت الآن بدنا نحط بتيجي هنا الآن تفتح إكسل شيت تاني السنة بتحكي السنة الأولى تفتح كمان إكسل شيت السنة الثانية تفتح إكسل شيت السنة الثالثة تفتح إكسل شيت السنة الرابعة تفتح إكسل شيت السنة الخامسة جماعة لازم يكون إلك هدف ذكي والهدف الذكي بد يكون ويكون فيه قابل للقياس أجزاء من الأهداف قابل للقياس قابل للتحقيق منطقي ما يكون مخصص مش عام بعدين فيه شغلة مهمة جدا مرونة إذا ما كانت خطك فيها مرونة لم تنجح في ناس كتير بحط خطة سنوية يومية الساعة الفلانية كل يوم لازم أكون موجود طب بلكي حصار عنده حالة وفاة اضطر يسافر لظرف معين مرد مثلا فإذا ما كانتها ما كان خطتك ضمن مرونة ما رح تنجح يعني أنت لما بدك تيجي تقسم والآن رح نحكي عنها تقسم أنت السنة لـ 12 جزء لازم تحط لك شهر مش من ضمنهم فإنت تقسم السنة لـ 11 هل نحن رح تقسمها 12 جزء ولكن رح تحط رح تحط واحد من الأجزاء النصاص يعني الشهر الأول الشهر الثاني كاملات لما توصل لشهر 11 بتقسم شهر 11 لجزئين النصاص وبتخلي شهر هدف فري عشان تصار عندك أي ظرف تقدر أنك أنت تكون مرن السنة الأولى الآن أنا الآن بدي أحدد أهدافي وحكينا لكم دائماً إرجع أين أنا اليوم كم إلو إلو أربع ساعات هدول الأربع ساعات شو بدي أعمل فيهم الآن بنحكي السنة الأولى بحكي لك أنا عندي أربع ساعات تمام؟ بيجي بحكي هنا الهدف تمام؟ قابل القياس قابل للتحقيق خلو نخطر ذلك هدف 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 أنا بدي أول إشي أتعلم التجارة الإلكترونية وأطبقها هاج السنة وبيدي أتعلم لغة الإنجليزية فبيجي بحكي بسأل المدرب تابعه كم بحتاج باليوم ساعة يومية للتجارة الإلكترونية بحكي له لا يقل عن ثلاث ساعات فبيجي بحط ثلاثة طب كم بدي للغة الإنجليزية ما بظالش عنده لساعة بحط ساعة بيجي بحط الهدف تعلم التجارة الإلكترونية ركز معاي عشان يكون قابل للقياس وقابل إيش للوضوح تعلم تجارة الإلكترونية للشهر الأول من السنة لموقع إيبي والتطبيق فور الانتهاء في الشهر رقم 2 تمام؟ كهذا حدد هدف متى بكون هدف غير قابل للقياس؟ لما تيجي تحكي الهدف تعلم تجارة الإلكترونية في ناس كتير بيحكوا بتقرأ عشر كتب طب مين هم؟ كم صفحة؟ كم دك تحط في اليوم؟ آه بيش بيحكي لك تعلم التجارة الإلكترونية لحالة ما بزبط لكن حكينا تعلم التجارة الإلكترونية الشهر الأول من السنة وحدد كمان لموقع إيبي خلالها مخصص أكثر والتطبيق فورا هل قابل القياس؟ نعم هل قابل التحقيق؟ نعم ليش؟ لأنه عنده ثلاث ساعات طب اللغة الإنجليسية تعلم عشر كلمات يومية من اللغة الإنجليزية أول نصف ساعة والتحدث مع كامبلي لمدة نصف ساعة طبعا الكامبلي هو موقع للغة الإنجليزية نصف ساعة قابل القياس؟ نعم تخيل الهدف كيف يا جماعة؟ نعم قابل التحقيق؟ نعم تعلم تجارة الإلكترونية للشهر الأول حكينا ثلاث ساعات بساعة صف عنده أربع ساعات ما بيستطيع محمد خليل يعمل أي إشي تاني غير هاي الشغلات اللي إحنا ذكرناهم فقط لاحظون تعلم عشر كلمات يومية من اللغة الإنجليزية أول نصف ساعة والتحدث مع كامبلي لمدة نصف ساعة ليش أنا حطيت كتابة الخطة آخر إشي؟ لأنه إحنا بعد ما نخلص كل إشي نجمع البيانات اللي إعمالناهم وعلى أساسهم بنحدد إذن هذا الرجال بده يتعلم كل يوم عشر كلمات يعني بالسنة بالسنة عشرة عشرة ضرب 365 بصير 3065 كلمة تخيل؟ تخيل؟ ونص ساعة محادثة تخيل؟ هلأ اليوم اللي بريك اللي إحنا حطيناه مش محسود؟ بنقص من عدد الساعات تبعتم اللي هو من عمع الأيام لو خلناها مثلاً بالأسبوع يوم يعني 56 يوم 56 يوم نفترض إنه 300 يوم يعني 3000 كلمة بده خلال الأيام اللي بتعطل فيها يراجعهم لأن المراجعة مهمة جداً هلأ هو حط أهدافه طيب السنة الثانية شو بدي أعمل؟ استنوا شوي دائماً تذكروا أين أنت اليوم أنت الآن بعد السنة الأولى تيجي بتحكي أنا طالب جامعي باكتبهم ملاحظة باجي متى بتخرج؟ التخرج سنة مثلاً إحنا الآن داخل 22 سنة 2023 هون تحكي تيجي تحكي سنة 23 خلص وحدد سنة 23 ها إنسى سنة 23 2023 الآن هو بعمل خطة لـ 2022 وهيها هاي الخطته هون هاي هون بدي أعمل هون أين أنا الآن؟ أين أنا اليوم؟ أنا اليوم باجي بحكي متى بتخرج؟ الفين 23 تمام؟ طالب جامعي تخرج لا يوجد 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 ولكن يوم واحد نوم قلل ساعة رجب أتطلع ها إذن أنا لما أتخرج هون أنا إذن صفت عندي هون ست ساعات صفر هون صفر ماشي؟ هون بنحط ساعتين هون بنحط يعني ساعتين في اليوم ساعتين في اليوم تيجي يحسبها على على المثلا مرة بالأسبوع بيطلع ساعتين يعني زي كأنه لا يوجد طشات حسبي بسيطة جدا حط يسيدي 13 تمام؟ وقلل ساعة بيصير عندك هون ستة باجي بطلع باجي بالمجموع وهي المجموع وبنوخد 8 ساعات و3 نجي نحكي 9 ساعات يعني ضل عنده 15 ساعة تخيل؟ يعني السنة الثانية في عنده 15 ساعة ولكن السؤال بدو يرجع يطرح سؤال بدو يحكي هل أنا راح أشتغل ولا أنا عندي اكتفاء وبده هال13 ساعة أعمل فيهم إشي هون وقتها بتحدد انت تيجي بتحكي السنة الثانية هم هنأبعطيكم مثال اوكي هيك كوبي راح السنة الثانية بيست هون 2023 هاي 2022 2023 هل سار عنا احنا السنة الثانية راحوا الأهداف بيجي بتطلع هل استطاع يخلص الهدف؟ نعم خلص الهدف الأول وتعلمنا اللغة الإنجليزية باجي بتطلع الآن أنا بال2023 سار عندي كم؟ سار عندي 15 ساعة ساعة متوفر قرر هو قرر هو انه بده يشتغل كم راح يوخد لانه هو لساته يعني بتعلم التجارة الإلكترونية وكان يدرس وحاطت هدف هو ما بده يشتغل بالتجارة الآن في ناس بالتجارة الإلكترونية بده أول شهرين يتعلم وبلش يشتغل في ناس ياخد كل الكورسات ويتقنها ويفهمها ويشتغل على الخفيف خفيف مش هدف ويعمل إشي لو انه كان بداية سنته أول ما درس في الجامعة بقدر يعمل إشي بتخرج بيكون معه إشي لكنه وضل عنده سنة وبدو ركز على الدراسة وبدو يتخرج ولكن بدو يظل إشي حبي حبي وهذا كان الهدف تبعه لأربع ساعات الآن لما خلص صار في عنده سيول من التجارة حب يدخل يتوظف له هيك في شركة يوخذ خبرة تمام عشان لما يقوى أكتر يصير يعطي ساعات أكتر للتجارة هو أنا ما بلح يخلص السنة 2023 إلا يكون منفصل من الوظيفة بيجي بنحكي عندك هون ساعات ست ساعات وظيفة تمام هلأ هو عنده ست ساعات وظيفة وعنده كل يوم قابل قياس خلص نعم نعم هو خلص عارف عني شو وظيفته أوكي هلأ هون تعالوا ست ساعات هلأ ضل عندنا تسع ساعات بيجي بيحكي آه أنا الوغل الإنجليزي صارت عندي منيحة وعنده كلمات الآن بدي أحاول إني أنا أعرف ناس أجانب وأصير أحكي معهم باليوم ساعتين وندردش ساعتين لغة إنجليزية إنجليزية يومية إنجليزية يومية تمام لغة إنجليزية يومية محادثة صار عندنا هلأ إحنا هنا أحكينا تسعة ضل عندنا الآن سبعة ضل عندنا سبع ساعات سبع ساعات قرر قرر إنه يعطي السبع ساعات للتجارة الإلكترونية هنا فتح متجر آخر على ورد بريس تمام وبيع منتجات خدمية شو بدأ يعمل هو أصلا تعلم يعني أساسيات اختيار المنتج وكله بيعرفه كامل هلأ هون هو بديفتع متجر آخر يعني هذا الكلام معناته سعر عنده متجرين معناته إنه خلال السنة راح طور حاله وبيضي يحط من ضمنه وتطوير وتطوير المهارة والمتابعة مع خبير وله ذكي وما بدي عد 3-4 سنين بتعلم لحاله وبيخد هالكورس وبتعلم مع خبير فهو خلال سنة 2023 حط الهدف شباب السنة الثالثة الرابعة الخامسة تذكر ارجع أين أنا اليوم ورجع حطهم كمان 2024 2025 2024 2025 2026 هيك أنت بتقدر تحط أهدافك اللي راح تمشي فيها سؤال هل أنا لازم أطبق اللي بيصير بالسنة الثانية لا أنت ما بتعلم بالغيب أنت بتحط خطة وهي الخطة أنت بانيها ما شي عليها هلأ شو بتعمل خلينا نمشي على هلأ أنت شو بتعمل خلينا نروح الآن على الكتاب هاي الكتاب خلصنا الآن شو بيحكي لك تقسيم السنوات إلى خمس أقسام خمس أقسام وعملنا الأقسام بعد تحديد الهدف الكبير تقوم بفتح خمس الصفحات Excel sheet هنا حكينا بدنا نحط خمس أهداف شو هدفك بعد خمس سنوات هذا اللي الآن بدنا نحدده ولاحظ دائماً لما أنت تقرأ في بعض الأحيان بيكون في آخر الصفحات إله علاقة في أوله ولشاني كان عطيت كتابة الخطة آخر إشي إحنا اللي عملناه الآن قسمنا السنوات تمام آه الآن أنتوا عشان تكملوا حكيت لكم كملوا بالأخير بالسنة الخامسة ركز بيكون هنا الهدف بعد خمس سنوات ركز الهدف الأكبر كيف عرفتوا أنتوا بشيتوا أنا أعطيكم مثال أنتوا بتكمل نفس ما عملتهاي اعمل السنة الثالثة نفس الإشي وارجع على أين أنا الآن ارجع على الرابعة والخامس بتيجي الهدف الأكبر هنا آه يكون أكون صاحب أربع متاجر بدخل شهري عشر آلاف دولار هذا هدفه أنا بحكي عن هدف واحدة جماعة في عندك بيكون هدف كتير وتذكر دائما أنت السنة لهاي شو أنت الآن لما تدرس لما تدرس أربع سنين مش بتعرف أنه أنت بعد أربع سنين رح تتوظف وعارف أي سنة إذن عارف حالك مشغول خلال هاي السنة إذن أنت هاي السنة رح تعمل بعض الشغلات يعني أنت رح تتوظف بعد ذيك السنوات نفس الفكرة هذا المحمد خليل قرر أنه يدخل التجارة في سنته الأخيرة من الجامعة ومشي أربع خمس سنوات لا وصل حق بعقله هدفي هذا الهدف ما يجع بث هذا بني على هذا يا جماعة بني على هذا بني على هذا هو نطور حاله صار هنا بدون وظيفة تماما هو نبطح هنا في 2024 صار بدون وظيفة 2025 صار عنده ثلاث متاجر و26 صار فيه عنده أربع متاجر بيجيبه دخل عشر آلاف فهو قابل للقياس أنا عشان الوقت يا جماعة ما بدي أخذ وقت طويل أنا بالشرح خلاص الفكرة وجهة أصلت دائما كل سنة بترجع بتعمل لهذا الجدول وتعمل أين أنا الآن وتذكر المرونة لا قدر الله بجزء مثلا صار في عندك في حالة وفاة لحد قريب من عندك راح تنقطع لفترة صار عندك ظرف معين مربط فإنت المرونة في الخطة بتخليك إنك تنجح مشانيك الخطة نجاحة إنك تظلك التابع دائما متابع دائما متابع إحنا قسمنا السنوات وحطتنا الهدف الكبير تبعنا الهدف طلع عندنا الهدف بعد خمس سنوات هدف يكون عنده عشر تلاف دولار وقسم السنوات زي ما شرحنا وأموره تمام حلو الآن المرحلة الرابعة التركيز على السنة الأولى ها يلا قم بتلوين السنة الأولى بلون أحمر أخضر والسنوات الأربعة التي تليها بلون أحمر ولا تنظر إليها إلا بعد الشهر 12 من النهاية الخطة مثال قررت والدة الطفلة لولو أن تقوم بتطوير من مهارات لولو التي تبلغ من العمر سبع سنوات ويكون في عدة اتجاه تركز الأول تعليمها فن الرسم بالسنة الأولى بالثاني تعليم الثقافة المالية بالثالثة سوف تتعلم خبرة زوجها مثلا في المتاجب بدأ علم الثقافة المالية عن طريق زوجها سنة الثالثة تعليم التيكوندو رارع سباح الخمس القراءة عشان هيك أنت في السنة الأولى في السنة الثانية شو رح تحقق نرجع دائما على جدولنا يا جماعة باجي هون السنة الأولى رح أكون إيش يكون عندي متجر وناجح فيه تبام أنا السنة الأولى عندي موقع يبيه ناجح فيه ومطبقه وماشي فيه بخطوات منيحة وأنا هنا بسير في آخر السنة متقن إذن السنة الثانية شو رح أكون رح أكون عندي متجرين السنة الثالثة ثلاث متاجر سنة الرابعة أربع متاجر بكون ناجح في المتاجر بجيب المتاجر أنا عشر آلاف أنا أعطيك مثال فيه ناس بحطوا ثلاث أربع أهتاف إنهم يا جماعة تحط هدف واحد وتطبقه ومن أهم الأهداف الناحية المالية إنت لما تكون مرتكز من ناحية مالية وعندك دخل مرتب تقدر تكمل خطواتك تقرأ تسافر تتزوج تجيب أولاد تتعلم تنعزل لك شهر هيك تروح تسافر تعود لحالك تقدر تحدد بعدين تمام تذكروا دايما أين أنا اليوم طيب الآن إحنا بدنا نركز في السنة الأولى هادول أنسيني هاي السنة الأولى هاي بدنا نركز على هذه السنة طيب شو بيحكي ولأن أهم لولو تعلم أن التركيز هو أهم شيء فقامت بتعليم لولو أساسيات الفن هم هنا يجينا الآن آه بدنا نفتح اكسل مشيت هون تفصيل والتركيز ماشي طيب هنا إحنا بدنا نركز هاي السنة طبعا هاي بح نعملها كمان شوي هاي برلينك أنا هلا الفين الفين هاي هذه وهذه ولا بدخلها ولا بشوفها متى بشوفها بشهر 12 باجي هون آه تعلم التجار الإلكتروني شهر الأول إي بي بعد أن تعلم إي بي شهر الأول بدي شهر الثاني أنا أطبق بدي شهر الثاني إختار المنتج شهر الرابع بدي أبيع بيعطوني كم منتج شهر الخامس بزيد منتجاتي إلى مية شهر السادس بعمر خدمة عملاء منيحة شهر السابع بشتغل على الماركتينج لترفيك مع طريق السوشال ميديا وهكذا بتمشي كل شهر أنت بترسم بعقلك شو بدك وبتكتبهم وهذا رح يجيب الورقة اللي بعدها خلينا نمشي الآن إحنا في المرحلة الخامسة نحكي العقل خلقه الله مقسم إلى أجزاء وكل جزء له مهمة وهنا دورنا بعد التركيز وتقسيم السنة إلى 12 شهر وكل شهر في إكسل شيت مثال أمو سليم عنده محل مواد بنا وقرر أن يدخل التجارة الإلكترونية لكنه لا يعرف شيء فيها ولا يعلم كيف يخطط فاستشار متخصص في هذا المجال وأخبره أنه لا يريد أن يضع أي شخص يقوم بكتاب الخطة إلا هو فأخبره المستشار أن يفتح دفتر ويقسم إلى 365 صفحة وكل 30 صفحة يضع على رأس الصفحة علامة مختلفة عن الأخرى ويبدأ يكتب كل يوم ماذا سيفعل طبعا أبو سليم يتذكر مراحل عشرة كاملة ويعلم ماذا سيفعل ولكن مهمة جدا المرونة مهمة جدا تيجي الآن نقسم هلأ تفصيل وتركيز أوكي بجي بفتح هنا تقسيم بكتب تقسيم السنة إلى 12 جزء أوكي بأخذها هيك ولأنه حكينا هاي ما بنتطلع عليها بتخليها هنا أوكي فأنا هي لي المهم أنت بتكون عارف هنا تقسيم السنة إلى 12 جزء أوكي طيب خلينا الآن نقسم بنيجي هون بنيجي بنحكي بنحكي السنة الأولى السنة الثانية نحكي اتنين نحكي ثلاث احنا اتنين ثلاث تسعة عشرة 11 احنا شو حكينا حكينا في شهر من الأشهر هداك مرونة فأنت لمن قسم 13 جزء تقسمه بالطريقة هاي تمام طيب الآن السنة الأولى احنا شو حكينا اللي هو العفو الشهر الأول احنا الشهر الأول شهر الثاني شهر الثالث هكذا شهر الأول حكينا تعلم احنا بنشتغل الجماعة على هدف واحد بس هون تعلم اي بي تعلم هذا هون الهدف الأول هون الهدف الأول الهدف الثاني وين بتلاقيهم بتلاقيهم هون اين أنا اليوم عفوا السنة الأولى هاي الهدف موجودة اوكي طيب هون بنحكي الهدف الأول بحكي لك تعلم اي بي اختيار منتج شهر الثاني تطبيق بيع ثلاث منتجات لأنه اي بي بعطيك ثلاث منتجات أول ما تبلش في عشرة بعدين طلب طلب زيادة لعرض المنتجات اوكي طبعا هون بهذا الشهر صار مية هون بيقدر يزيدوا مثلا اذا باع اذا باع ميتين اوكي طيب هلنا الشهر سبعة هون خدمة عملاء بدك تعمل خدمة عملاء نظام الارجاع انت قررت انك تعمل نظام الارجاع فبدك هذا الشهر تطبقه شهر تسعة التطوير المبيعات بسي دكتود الان تعرف كيف تطور المبيعات شهر عشرة هون بريك لدراسة السوق انت بدك تعمل دراسة السوق عشان تعرف شو بدك تطول ورقم 11 هكينا نقسمها نصصين الان هون بد فتح متجر جديد هون بدك تعمل متجر جديد تمام هدول ما قسمتم انت هون طبعا للغة الانجليزية انت بتيجي تقسم نفس المثال انا اعطيكم مثال سريع تمام اذا نقسم هو الهداف تبعته صار شايفها عارف الشهر الاول شو بتعمل اه انا بالشهر الاول بدأتعلم ايبا بالشهر التاني دي اختار منتج بالشهر التالي بدأتطبق تخيل شفت كيف انت لما تشوف شو بتعمل حلوة صورة بتعرف شو بدك اكي هلأ بنيجي الان احنا بنكمل هون وشو بنحكي المرحلة السادسة تحديد الهدف الاول ثم الذي يليه الان انت اقتربت من كتابة الخطة السنوية وكل ما ذكرنا هو ترتيب وتوضيح لما ستكتب توقف قليلا خذ نفس ثم ضع هدف واحد تريد تحقيقه في نهاية السنة مثال شركة محلية تريد زيادة الموظفين وخصوصا قسم التسويق وعندها اهداف اخرى خلال السنة لكنها تعلم ان الاهداف يجب ان تنفصل عن بعضها ثلاثة على ان توضف ثلاث عمال للتنظيف ح riots هنا احنا اجينا عندنا هدفين الهدف الاول اللي موجود عندنا بدنا نركز عليه وتركيزنا على الهدف الاول بساعاتنا يعني لما انا يكون عندي ثلاث ساعات في اليوم بركز ثلاث ساعات في اليوم هذا الاهم مش هذا الاهم هذا البعطيه وقته هذا البعطيه وقته بخلصه اول اشي بعد ما اخلصه بانتقل للهدف الثاني بصير كمان أعرف عشر كلمات في اليوم تمام؟ مع مع محادثة بصير كم؟ بصير عندك 300 كلمة كلمة باليوم بالشهر مع تمام؟ مع 15 ساعة تمام؟ كاملي زي ما حكينا وبتيجي انت هون بتطلع بتحب انه هون نفس الشي 300 يعني كل أسبوع وهي نصيحة كل أسبوع راجع هدفك إذا حسيت انه فيه اشي معين عدل هدفك جماعة الخطة مرنة مرنة زي الأفعة الأفعة زي المي كمان مش بحكي لك زي المي صار عندك ما طب بمشي يعني انت الأسبوع القادم صحت لك رحلة لازم تطلع تسافر لظرف معين لازم تسافر عطول تعمل بندنج تمام؟ وتحط سفر وتعمل نيكست وتذكر انه في عندك شهر هنا تمام؟ عندك شهر انت ما حددتوش وشهر يعني حسب دراساتنا ظروف يعني حسب الظرف اللي بيكون ما رح يزيد عن شهر ما رح يزيد حسب ظروف الناس تمام؟ طيب حددنا الهدف الأول هل المرحلة السابعة تحديد الانشغالات الشهرية كم ساعة انت مزغول كل يوم وكم مجموع بالشهر وكم تستطيع توفر وقت لمبارسة تطبيق الهدف المحدد مدرسة في شرق آسيا تقوم في تدريس منهج غير حكومي يعتمد على الذكاء وتطوير المهارات هذه المدرسة لها خطة سنوية دورية وكل خطة مقسمة إلى 12 جزء وكل جزء مقسمة إلى 30 فرع وكل فرع مقسمة إلى ساعات والساعات محددة حسب الأهم بعد جمع الساعات ووجد المدرسة سنوية توجب عليها التنازل عن هدف من الهدف لكي تستطيع تحقيق الهدف السنوي في بعض الأحيان تحتاج للتنازل عن شيء تحبه ومقابل شيء يقوم بتطوير بالتطوير يجب طريقة احترافية شو صار؟ أنا حددت هدفه وعرفت أنه عندي أربع ساعات بالأسبوع ركز بالأسبوع الثاني قررت قرر صار عندك ظرف مش قادر تكمل الشهة السنة هاي لأنه ما في وضع مالي تكمل دراستك محمد خليل مش قادر فهي السنة بدك تعملها ديسمس أو تعملها بندينج للسنة الجاي فهو نصار عندك شغلة الشغلة صفت أني بدأشتغل ورح تكون عدد ساعات شغلة عالي جدا عشان أقدر ألاحق بصوفي وأنا لسا أبلش في التجارة الإلكترونية أولها طب شو بدأ أعمل؟ باجي بتطلع اللغة الإنجليزية مقارنة في التجارة مين أولى؟ تجارة أولى؟ لما سار عندي الظرف وهذا القزنة إحنا تحديد الإنشغالات الشهرية شو كنت شار أنت مشغول؟ فبتيجي بتطلع بتيجي بتقسم الشهر الأول الوظيف اللي عندي أنا كم ساعة بدها؟ مش بقدر أخذ إجازي يومين مثلا طب الشهر اللي بعده بقدر أخفف ساعات ساعات اللي بشتغلها؟ آه على هذا الأساس بترك اللغة الإنجليزية بعملها بندينج بظلني على هدف الأول بنزل عنه ساعة بصير ساعتين بصير أرتاح أكتر بعدين بصير أحاول أدور على وظيفة تعطيني وقت أكتر هيك صار في عندك شو؟ عندك مروني في خطتك مشانيك في ناس لما يحط خطة بدها على السنتر فلما يلاقي ويواجه مشاكل ما عنده الباك ما عندوش خط الرجعة إنه أنا عندي مروني أنتقل مشانيك تحديد الإنشغالات الشهرية مهمة جداً كل شهر شو شو عندك إنشغالات شو صار عندك ظروف وجدد فيه اللي هو جدولك وهذا كثير بنشوفه من الشباب اللي باخده معنا بكون حاضط خطة إلوه بصير عنده ظرف مرض السفر ظروف خاصة ما بحكوها هذه لما تحدد الإنشغالات الشهرية كل شهر بتقدر تقيم إنه شهر اللي بعده بقدر أزيد ولا أقلل تمام؟ خلينا الآن ننتقل للمرحلة الثامنة هلأ المرحلة الثامنة وضع المهام اليومية ثم نسخها لشهر تذكر أن تربط بين المراحل العشرة لتستطيع كتابة الخطة السنوية يمكنك مراجعة لأي استفسار أي أهل وسائل فيكم أي استفسار بدكم تقدر ترجع المهام اليومية ثم الأسبوعية ثم الشهرية توصلك إلى السنة لكي تكتب الخطة السنوية يجب أن ترسب الطريق أولا وتحدد كيف ستسير وما هي التحديدات والقدرات أو التحديات والقدرات ثم تضحى أمامك وتكتب على أساس الخطة هذا ما فعله جور بحكينا قرر جور ثم يكتب خطة السنوية لتأليف كتاب ولكنه يعلم أنه لا يستطيع ذلك إلا إذا عرف كم ساعة يومية بدأكتب فقام بتقسيم الأيام خلينا نبلش الآن نرجع لكسل هلأ جماعة بنحط هنا نعمل الشيء الثاني المهام أكتب عليها المهام اليومية المهام اليومية تمام شو قسمنا احنا قسمنا هون صح بنيجر بنحكي يلا الشهر الأول شهر واحد الفين واثنين وعشرين ماشي بتعط واحد واحد الفين واثنين وعشرين واحد اتنين الفين واثنين وعشرين عفوا واحد او اتنين واحد اتنين واحد الفين واثنين وعشرين ماشي بتيجي هون وبتعمل الأيام إلى أنك توصل للشهر الأخير يلا 19 30 وهي 31 أكلم؟ باجي باجي بحكي هنا الهدف الأول الهدف الثاني التقييم باجي هدف الأول أنا عارفه جاي بقسم هون عارف كل شهر وعارف شو بدأ عمل صح؟ طيب باجي من هام اليومين باجي بحكي الهدف الأول خليه ننقل هدولا هيكا الهدف الأول نيجي ساعة الأولى تعلم سمع فيديوهات سمع فيديوهات سمع فيديوهات بعد أن تشتحكي ساعة تاني بقدر أطبق لا أنت من الأول يوم ما بتقدر تطبق إذن ثنين سمع ثلاث سمع سار عندي ثلاث ساعات سؤال هل أنا أحدد هدول الساعات بساعة محددة؟ بتقدر تحددها بساعة محددة في حال أنه كنت أنت أصلا شغال على ساعة محددة؟ محمد عنده ساعات محددة في الدوام فأكيد بديو يحددها بساعة محددة ولكن عنده ظرف لو نرجع إلى أين أنا اليوم تذكروا عنده طشة هو حاب يطش هل بقدر أستغني عن الطشة؟ إذا بقدر يستغني ممتاز بده يصير يقيس هو الظرف الاجتماعي بقدر أعتذر عنه أنا لأنه عندي ظنوب بقدر أخلي ساعة؟ شفيت أنت بإمكانك دائما أحصر حالك بوقت أقل عشان أنت إذا صار عندك زيادة تنفتح تمام؟ هلأ نرجعك أمام مرة وين إحنا هون؟ مهام اليومية الهدف هنا بأجي بحكي نص ساعة نصف ساعة عشر كلمات مع مراجعتهم تمام؟ زائد نصف ساعة محادثة باجي بطلع كل يوم تكتب تم كل يوم بالأسبوع مش في عندك أطلين؟ عندك أطلو أسبوعيا أنت بحددها مثلا كل جمعة باجي كل جمعة باجي بطلع بقيم هل أنا فعلا أملك تمنيح؟ سؤال هذا الأسبوع نجحت فيه بقدر أطبق الأسبوع اللي بعده دائما لما تحكي تم لما تخلص أول أسبوعك أول أسبوع هذا خلصته تكتب هنا تم إنجاز المهام بدون تقصير تمام؟ حلو أنت هون انجحت جماعة نجاح الخطة مش بانتهاء السنة بانتهاء الأسبوع كل أسبوع قيم حالك تجد حالك تتقدم هنا أنت بتنجز طيب نرجع الآن بنروح وين طبعا ثم نسخها لشهر بتيجي أنت هون حكينا إحنا المهام اليومية هذا الشهر تنسخوا كله للشهر اللي بعده الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده الشهر اللي بعده بتقسموا زي ما عملنا فوق اعمل كوبي بيست ونزل على الأشهر شهر اثنين شهر ثلاث شهر أربعة لكن لما تقيم أسبوعي وتيجي على الشهر تشوف هل أنا الشهر اللي بعده أنا اللي جاي فيه انشغالات عندي فيه عندي مشاكل معينة صار عند الظروف على أساسها بتعمل مرونة المهم ركز هدفك اللي حاطوا بدك تضلك عليه وهو بترجع تقسيم السنة إنه لازم الشهر الثاني اختار المنتج حتى لو تأخرت يومين عن السنة الثانية الشهر الثاني بس لازم اختار المنتج لازم هون أطبق لازم هون أبيع لازم هون أطلب كل شهر دك تحدد يعني هذا الشهر حكينا شو بدنا هذا الشهر فيه اختيار منتج بدي أحط هون بالمهام اليومية بالشهر الثاني نفترضك نحطه هون اليوم هذا فيه اختيار منتج هذا بحث هذا بحث على موقع جوجل هون بدنا نبحث عن طريق موقع مثلا موقع جوجل ترند هون ده بحث عن جوجل بلانر عن دعم دراسة سوقية طبعا أنا بتكلم بشكل عام اللي بدو يتعلم تجارة الإلكترونية طبعا نحاط مثلا بوصف حاط بالوصف أرقامنا تقدر تتواصل معنا وتستفيد من خدمتنا تمام طيب هل مرحلة الثانية خلصناها بالروحة المرحلة التاسعة وقبل الأخيرة تحديد القدرة على التطبيق الأهداف مربوطة بالمرونة مربوطة بالاستمرار مربوطة بالوقت وأيضا مربوطة بالقدرة إن لا تملك القدرة على التطبيق فلا تكتب أي خطة مثلا الآن يردت ملك أكاديمية متخصص في تعليم التجارة الإلكترونية وخدمات أخرى وتكتب خطتها من سنوات وتطبيقها بطريقة صحيحة كانت قبل تحديد الهدف تنظر لوقتها والمرونة في التحقيق والقدرة على التطبيق فإذا وجدت أنه لا يوجد قدرة فلا تكتب الخطة ولا تضع هذا الهدف لأن التركيز على هدف واحد مع القدرة على تحقيقي يمكن تقسيمه إلى سنتين فتصبح الخطة السنوية بنصف هدف ومع الأيام استطاع التطبيق ذلك مع العاملين لديها فأصبح لديها هدف كبير شو بعن الكلام هذا؟ بعن الكلام أنه إحنا جماعة شو كتبنا هنا؟ شو حكينا لكم؟ من أول ما بلشنا الخطة بنكتبها آخر إشي هذا اللي بنعمل كله تخطيط لكن هل كل اللي عمل لا؟ إحنا قادرين نعمله؟ بععد مع حاري بحكي عمري كتبت خطة أنا؟ عمري حاولت أطبق لا طب قبل ما أبرمج أنا قبل ما أبرمج كل السنة هاي وأطحق أحط بمخة بلش أطبقها أنت بتكتبها كلنا كتبناها هذا كله مشيناه في الخطوات تيجي عندك هون بتحكي القدرة اسمه القدرة على التطبيق تيجي بتحكي قصص سنوات تيجي تتذكر سنة الألفية مثلاً 2017 تذكرت ميلوك من نفسك هل حددت إشي ومشيت فيه؟ آه قررت ركز على دراستي أعطي مثال إنسى التواريخ أنا حكي أركد عدراسي في التوجيه عشان أدرس جامعة وكان ما يكتبها بخطة ولكن كان يمارسها يومياً فهو فعلياً حط خطة أنه ينجح ويدرس الجامعة وحققها إذن أنا عندي القدرة على التحقيق عندي القدرة على تحقيق الأهداف إذن أنا قادر طبعاً أحط القصص كتير إذن أنا قادر أحقق هدافي هاي قادر أقسم هذا السوق إذن أنا عنده القدرة ولكن بدك تعرف القدرة كمان مرونة يعني عشان أنت عشان تنجح في التطبيق تكون عندك مرونة تكون عندك استمرار تكون عظي وقت وتكون قادر ما بزبط أنه أنا آجي أكتب خطة يعني أدرك كتابة خطة أحدد خطوات الخطة زي ما حددنا إحنا في الإكسل شيت إحنا حددنا خطوات الخطة بدان ما إني أنا آجي أحكي والله خلاص هي هدول وطبق لا باجي بطلع بعد ما كتبت الخطة هون طلع هيك طلع وكتبت كله زي ما حكينا في عند المهام وحطناها كله وحطت كل الأشهر هل أنا قادر أعمل هذا الإشي طب لو مش قادر بقدر إني أنا ألغي ألغي شو اسمه ألغي الإنجليزي أو بقدر إني أجزقه بدان ما أخلي أربع ساعات أخلي ساعتين بقدر على الساعتين نص ساعة إنجليزي وساعة ونص ركز وساعة ونص إيش تجارة إلكترونية وما بدي أعمل نتائج أنا السنة الأولى أو الشهر الأول أو الشهر الثاني بدي إيها متأخرة أنا هيك قادر فأنا بقدر أقسم الهدف على سنتين لأني أنا عمر صغير وما بدي أنا أخربط إذا حسيت ركز بالشهر الأول اللي عندي القدرة أزيد تزيد لكن إذا حطيت خطة وكتبتها ووصلت مرحلة إنك بدك تنقص ونالمشكلة حكينا إنه في مرونة في مرونة ولكن المرونة ما معناها إنك تتخطى هدفك لا إنت حاطت هدف لازم تطبقه إذا ما عندك القدرة نزل من هدفك وخليه لفترة أطول ولا إنك تحط إشي وتكتبه وبعدين توصل لمرحلة مش قادر تحققه فتندم تمام؟ الآن إحنا وصلنا للمرحلة العاشرة لاحظوا إحنا سرنا ساعة بس بنشرح ومثال واحد طب إنتنا مبدك تطبق اللي بدك تقعد لك ساعتين ثلاثة فيه شغلة رح نعملها الآن بعد عند الخاتمة ممكن كتير اطمنك خنكمل في كتابة الخطة يجب أن تتقل المرحلة السابقة وتتذكر لكي تستطيع أن تبني الخطة بطريقة صحيحة قم بفتح منف sheet word واستخدم excel sheet للآتي كتابة المرحلة العاشرة بمسمياتها وجانبها ما هو الغرض منها وكيف تقوم بتطبيقها يعني مرحلة لقم الخمسة مثال قسم السنوات إلى 12 جزء فتقوم بفتح excel sheet تقسم بها السنوات تعلم ذلك من المرحلة الخامسة المذكورة إذن اللي عملناه هنا هو مقدم لكتابة الخطة على ال word تمام يا جماعة إحنا هنا شو عملنا إحنا عطينا هنا الأساس هذا كله رح نستفيد منه الآن في رسم الخطة خلينا الآن نكتب الخطة بتح excel sheet الخطة تبعتك السنوية ما بدنا نيجي إحنا نوسع لك إياها كأنك شركة ومؤسسة ضخمة ودع تكتب خطة كاملة من خطة تسويقية وخطة إدارية وخطة تقنية لا أنا بتكلم عن أهداف بسيطة جدا وإنت بتقدر تبني على أساسها يعني هون إحنا نتكلم عن الأفراد إن شاء الله السنة القادمة بنكتب بنعلمكم بنعملكم كتاب ونتقلق في الخطة التسويقية والخطة الإدارية وإلى آخرين نجي نتكلم الآن عن محمد المهام اليومية بتكتب أنت بتكتبها كتاب عشان تقرأها تمام تحكي هناك مهام يومية بترجعوا بترجعوا على الأكسل مع بعض يلا هاي الأكسل هون تيجي على أين أنا اليوم في عندي أنا كم عشرين ساعة اللهم سأل على سيد محمد عشرين ساعة كاملة فباجي بحكي الآن بدنا نكتب الخطة السنوية وما بدنا نكتبها تكون واسعة جدا وهاي الخطة تكون لشركات وكذا لا احنا نعكينا أفراد بسيطة إن شاء الله للسنة القادمة بنكتب إحنا بنعلمكم كيف تكتب خطة للشركات كانت تسويقية أو إدارية إذا كانت تكونت شركة المهام اليومية بنجي منحكي لأنه احنا شغالين صح بنجي منطلع بنجي عن الخطة السنوية كم عنده بالمهام عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هناك مهام يومية عددها خمس خمسة وساعاتها عشرين هذا يعني أنه تبقى لتحقيق للتطبيق وتنفيذ الهدف الأهداف أربع ساعة شوف تخيل هذا اللي كتبناه بكلمتين إحنا هذا اشتغلنا عليه أنا وإياكم الآن كثير صح باجع الأهداف الأول شو عنا الهدف الأول تعلم التجارة الإلكترونية اثنين تعلم اللغة الإنجليزية خلص إحنا هنا ما بتفصل ما نفصلنا في الإكسل خلص أنا فصلت في الإنجليز فصلت في الإكسل تمام القابلي للقياس الهدف الهدف الأول قابل والثاني قابل أنا بعد دراسي وجدت قابل المرونة تكتب هناك هناك شهر واحد خارج خارج الخطة للظروف القصوة الظروف الصعبة تمام المتابعة متابعة يومية وأسبوعية وشهرية مثال تطلع لك صفحتين ثلاثة هاي الصفحتين تعملها بيدي أف بتخليها وين معاك بتتطلع عليها يوميا المهام اليومية أنا عندي خمس ساعات وساعتين وعشرين بسير أنا أنا أعرف شو اللي بعمل أنا شو اللي بطبقه مش شرط كل يوم تدخل على الإكسل إلا عندي التقييم أنت هون بترجع بتحكي أنا شو كاتب هون أنا كاتب هون متابعة يومية وأسبوعية وشهرية تمام إذن أنا كل يوم بدي أدخل مداما حددت وتذكر إنها تكون قابلة للتطبيق القدرة عندك على التطبيق فإنت ذا كتبت يومية وأسبوعية شهرية وما قدرت عليها ما بزبط الخطة اللي بتكتبها هون هاي اللي لازم تطبقها وهون بيأكد نجاحك في كتابة هاي الخطة إن شاء الله أكون أنا أفدتكم خلال الساعة اللي احنا تسجلنا فيها وأتمنى لكم إن شاء الله سنة جديدة عام 2022 وتأكد إنه إذا طبقت اللي حكيت لك يا رح تستفيدي كتير وعلى بالمناسبة بالمناسبة إحنا الآن اليوم 30 الشهر بكرة 31 إذا بدك تدخل معنا في التجارة الإلكترونية ركز مع كيومين رح تدخل عليها بسعر خرافي وإذا شفت هذا الفيديو متأخرا بنصف السنة أو بأول السنة ارجع لنا وحكي لإني حضرت الفيديو للأخير ووصلت لهاي النقطة اللي هي أنا بدي خصل مدامني حضرت كل الفيديو هذا أهلا شكرا كتير شكرا كتير لاستماعكم ووجودكم معاي ولاسماعكم لهذا التسجيل كامل وأتمنى لكم سنة جديدة وكل عام وإنتوا بخير